وفي تفاصيل النفوذ الإقليمي أكد رئيس كتلة الجبهة التركمانية البرلمانية أرشد الصالحي أن حزب العمال الكردستاني البككا يقف وراء اغتيال الضابط التركماني أحمد طاهر في كركوكا مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية حضرت الجبهة من قيام الحزب باستهداف القيادات التركمانية في المحافظة وأشار إلى أن هذه العملية النوعية وقعت في وطح النهار وبشكل متعمد لاستهداف قيادات في الجبهة لافتا إلى أن القيادات الأمنية كانت قد أبلغتنا بوجود استهداف من قبل منظمة ما تسمى حزب العمال الكردستاني لقيادات في الجبهة التركمانية وتحديدا في محافظة كركوكا الصالحي أوضح أن هذه المنظمة الإرهابية بدأت تنشط أعمالها تحت عدة يافطات سواء باسم منظمات مجتمع مدني تأخذ الأذن من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو تحت واجهات عسكرية مدعومة من قبل بعض الأطراف السياسية مضيفا بالقول وقد تدور الدوائر غدا حصل حادث اختيال فريد من نوعه في محافظة كركوك وهي قضية اختيال رئيس دائرة الحماية السابق للجبهة التركمانية العراقية الشهيد المغدور أحمد طاهر هذه العملية جبانة استهدف بعبوة لاصقة في داره وبطريقة تنفرد بها المنظمات الإرهابية العاملة في الساحة العراقية دون وجود أي وازع قانون لهم المادة السابعة من الدستور العراقي أشار بوضوح إلى عدم السماح للتنظيمات الإرهابية أن تمارس نشاطاتها على الأرض العراقية هذه نقطة النقاط الأخرى التي ينبغي أن نخف عليها هي أن هذه العملية النوعية كانت في وضح النهار وبشكل متعمد لاستهداف قيادات في الجبهة لا نخفي على الجمهور العراقي بأن القيادات الأمنية كانت قد أبلغتنا بوجود استهداف من قبل منظمة ما يسمى بحزب العمال الكردستاني بي كي كي باستهداف القيادات التركمانية في الجبهة وتحديدا في محافظة كركو وأنا شخصيا أقول مسؤول رفيع المستوى على مستوى عالي من المسؤولية أبلغني بأن هذه المنظمة تستهدفكم أنا أتعجب لحد الآن لم نجد أي اهتمام جدي لا من مجلس النواب العراقي ولا من القيادات ولا من رئاسة الجمهورية أي استنكار لهذا الحادث يبدو أنهم لحد الآن لا يعلمون خطورة الوضع ليعلموا جيدا وليسمعوننا جيدا إذا كان حزب العمال الكردستاني قد نقل معركته من سنجار ومن مخمور ومن تركيا إلى داخل كركوك ويقتل التركوان لكنه يقتل أولادكم بالمخدرات أين أنتم يا ساسة العراق يا قيادات العراق أما تعلمون بأن هذه المنظمة الإرهابية بدأت تنشط أعمالها تحت عدة يافطات سواء كان تحت يافطات باسم منظمات مجتمع مدني وهي تأخذ الإذن من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو تحت واجهات عسكرية مدعومة من بعض الأطراف السياسية العراقية ترجمة نانسي قنع